السلام عليكم يا الشعب السوري كما ترون نحن مظاهرة أمام السفارة السورية نريد أن نؤدي رسالة إلى العقيد رياض الأسعد المطارات في سوريا يجب أن تمزق دواليب الطائرات وتعتن الطائرات المدنية والعسكرية هذا أمكن لأن بشار يجيب الإيرانيين في الطائرات والسلاح يجيبوا من إيران لسوريا لكي يدعم نظامه الفاسد بعدين مدرجات في المطارات ضع عليها خشب أخسران أشجار ضع عليها أحجار وصخور وأشياء وحتى تخلى إذا صار اشتباكات بين الصبت الرابعة وبين الحرس الجمهوري من جهة والمتظاهرين والثوار والجيش السوري من شق سوف ينتصر الجيش السوري من شق لأن يجب أن تضعوا الرعب عند الطيارين السوريين وعند المطارات وتخاف إيران أن تنزل وتستعمل مدرجات السورية مدرجات المطار يجب أنت أن تمنعها بنفسك وتقمر الجيش السوري بأسرة من خلال أسبوعين يجب أن تعطل المدرجات في كل سوريا ليس فقط في الجنوب وفي الشمال المطارات هي سوف تكون نقطة الانتصار أو فشل الثورة إذا لا تسيطر على المطارات سوف تفشل الثورة وسوف يقبض عليك الشيار على الجيش السوري الحر هذا بالماضي لمدة ثلاث سنوات النظام السوري من عام 79 لعام 1982 قضى على الثورة كانت أقوى من الثورة الآن وقضى عليها فيجيب الآن بسرعة تسيطروا على المطارات وتعطل المطارات والرادارات وتمزقوا دواليب الطيارات وتمزقوا الأشياء التي تأثر على المدرجات وتكسروا المدرجات ومؤقتا ضعوا عراقيل على المدرجات فلا تصعد الطائرة ولا تنزل الطائرة وأرجوكم أن تحكموا في هذا الموضوع لا تعتمدوا على حضر جوي من خارج روسيا تمنع الحضر الجوي لأن روسيا محتلة سوريا وإيران محتلة سوريا وأنتم الآن نجم تفكروا بتحرير سوريا من احترال إيراني والاحتلال للروسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسوا الصواريخ في جبل قاسيون عطموا البطاريات طبعا الصواريخ في جبل قاسيون وجبال في الشمال وبسرعة عندما تسيطر على المطارات تطلبوا من الدبابات وتخرج من السكانات وتوزع الأسلحة على جيش السوري الحر والسلام عليكم ورحمة الله